في الفيديو السابق حيث حاولت إثبات علاقة جيبسل لطاقة الحرية بشكل دقيق حيث هذه العلاقة هي أقل من صفر وهذا تلقائي تحملت الكثير من أجل إثبات أننا استخدمنا تعريف المناسب للإنتروبي حيث كل مرة قلنا فيها تغير في الإنتروبي من هنا إلى هنا هي الحرارة المتصة من قبل العملية العكسية مقسومة على درجة الحرارة عندما تمت عملية الامتصاص وتغير في الإنتروبي للبيئة عكس ذلك وبالطبع هذا يساوي الصفر وكنت حذرة جدا في استخدام التعريف وربما ستسأل هناك تعريف أبسط بكثير أو إثبات في الكتاب لديك ولا أعلم إذا كان في كتابك هذا لكن الكتب التي رأيتها على الويب حيث استخدموا جدل أبسط بكثير بحيث يوصلنا في النهاية إلى علاقة جبس للطاقة الحرية بالرغم أنني سأخوض فيها لأنني على قدر استطاعتي سأقول أنها خاطئة وما تنص عليه هي الجذالية وتقول في القانون الثاني للديناميكا الحرارية حيث لأي عمليات القائية دلتا إس أكبر من صفر دلتا إس أكبر من صفر ومن ثم هذه الخطوة التي تراها في الكثير من الكتب والمواقع الإلكترونية وأنا لا أتفق معها يقولون دلتا إس للبيئة تساوي الحرارة أو الحرارة المتصم من البيئة أو من المحيط مقسومة على درجة الحرارة للبيئة ولنفرض من أجل التبسيط أن كل شيء هنا في نوع من درجة الحرارة المتزنة وتميل إلى ذلك عندما نتعامل مع أشياء في مواقع مختبرات الكيمياء وأي شيء آخر لكن السبب لعدم اتفاقي مع هذه الخطوة هنا أننا نرى الكثير من الكتب وهذا لم يتناول أي شيء عن الإنعكاسية في ردة الفعل ويمكن فقط إستخدام هذا التعريف في الديناميكا الحرارية للإنتروبي إذا كنت تعرف أن نقول الحرارة هذا هو منعكس irreversible وعندما نكون به بشكل عام ونحن لا نعرف إذا كان عكسي في الحقيقة إذا قلنا سنبدأ من أن رد الفعل التلقائي هذا يعني من التعريف هو غير قابل للإنعكاس لا يعود إلى الخلف غير قابل للعودة إذن هذا نقل غير منعكس للحرارة وهذا ليس تعريف للإنتروبي تعريف الديناميكا الحرارية للإنتروبي هي حساسة جدا يجب أن نتأكد أنه تفاعل منعكس ذو وجهين ومن الواضح في الكثير من الصفوف الكيمياء للسنة الأولى هذا ليهم سوف تحصل على سؤال بشكل صحيح في الحقيقة السؤال يعتمد عليك في طرح في طرح افتراض خاطئ لذا لا أريد أن أربيكك كثيرا لكن أريد أن أبين لك أن هذا افتراض لأنه إذا افتردت أنه شيء تلقائي وتقول أن تغير في الإنتروبي في البيئة يساوي كمية الحرارة الممتصة من البيئة تقسيم T هذا خاطئ لأن هذا ليس تفاعل عكسي لكن لنرى كيف هذا سيسير إذن سيقولون هذا يساوي دلتا S للنظام لدينا دلتا S تساوي للنظام زائد أتغير في الحرارة للبيئة التي لدينا تقسيم درجة الحرارة للبيئة سوف يسمون هذا بالبيئة Environment بالطبع يجب أن يساوي صفر وسيقولون الحرارة الممتصة من قبل الحرارة الممتصة من قبل البيئة تساوي تساوي ناقص الحرارة الممتصة من قبل النظام أليس كذلك إنه أمام النظام يُعطي طاقة إلى البيئة أو البيئة تُعطي طاقة أو حرارة إلى النظام إذن فقط سيكونون سالب إذن الجدل سيكون هذا الشيء يمكن إعادة كتابته هذه المعادلة هي تغيير في الانتروبي للنظام بدلا من بدلا من كتابة زائد كو للبيئة أو للمحيط كتابة ناقص كو للمحيط للنظام عفوا تقسيم T وهو أكبر من صفر ومن ثم يضربون كلا الطرفين من المعادلة في T ونحصل على T دلتا S للنظام ناقص الحرارة الممتصة من النظام وستكون أكبر من صفر نضرب كلا الطرفين هنا في ناقص واحد ونحصل على الحرارة الممتصة ناقص للنظام ناقص درجة الحرارة ضرب التغيير في الانتروبي للنظام هو أكبر من صفر أسف أقل من صفر عندما تضرب كلا كلا الطرفين بسالب نغير الإشارة ومن ثم إذا كنت تفترض أن ضغط ثابت وتغيير في الانتروبي للنظام إذن نحصل على تغيير في الانتروبي ناقص درجة الحرارة ضرب دلتا S للنظام وستكون أقل من صفر وسنقول هذا يبين أن إذا كان لدينا سالب جبس للطاقة الحرة أو تغيير في جبس للطاقة الحرة ومن ثم ستكون تلقائية ولكن كل ذلك كان يقوم على فكرة أن هذا يمكن أن يكون يمكن أن يكون يعاد كتابته هكذا لكن لا يمكن إعادة كتابته هكذا لأن هذه ليست عملية عكسية نحن نبدأ من الفرضية إن هذا عمليات تلقائية غير عكسية وهكذا لا يمكن إجراء هذا الاستبدال هنا ولهذا في الفيديوهات السابقة كنت حذرة جدا لعدم إجراء هذا الاستبدال كنت حذرة للقول تعلم التغير في الانتروبي للنظام الغير منعكس الذي يسير من هنا إلى هنا هو نفسه كالمتغير للانتروبي للنظام الغير عكسي الذي يسير من هنا إلى هناك أو دعوني أقول هذه بطريقة أخرى تغير في الانتروبي للنظام المنعكس أو العكسي من هنا إلى هناك هو نفسه للنظام الغير عكسي من هنا إلى هناك برغم أنك لا تعرف ماذا يحدث خلال الانتقال بالنسبة للنظام الغير عكسي ولهذا قمت بهذه المقارنة هذا الشيء وذلك الشيء هو نفسه ومن ثم قارننا الحرارة الممتصى من قبل النظام غير المنعكس وبينا أنها أقل من الحرارة الممتصى من النظام المنعكس لأنها تولد احتكاك ومن ذلك خرجنا بهذه العلاقة وكنا قادرين على الحصول على علاقة جبس للطاقة الحرة إذن على أي حال أريد أن أعمل فيديو غريب الأطوار خاص أو نوع من المحاولة لتطبع التفاصيل لكن أعتقد أن هذه نقطة مهمة لمناقشتها لأن الكثير مما نقشنا خاصة في الديناميكا الحرارية هو تعريف الإنتروبي وهو مهم جدا أن نستخدم التعريف الصحيح ولا نأخذ ما أجادل به على أنه اختصارات غير صحيحة لأن هذا ليس تعريف الإنتروبي هنا ترجمة نانسي قنقر